وفي جنوب سيناء افتتح المحافظ الواء خالد فودا معرض أهلا رمضان لسلع الاستهلاكية المختلفة والذي تنظيمه الغرفة التجارية بالمحافظة بمشاركة كبريات الشركات بتنسيق مع مديرية تموين والصندوق الاجتماعية كما أكد المحافظ أن معرض أهلا رمضان يهدف لتوفير احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان ورفع العبئ عن المواطنين من خلال توفير السلع والمواد الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق اشتركوا في القناة